بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لتصميم القاعدة المربعة أو خطوات تصميم القاعدة المربعة اللي احنا بتديناها في part 7 النهاردة هناخد part 8 وهو إزاي نحسب الاسترسيس تحت الاعدة بعد ما بجبنا الديمنشن بتاعتها الاعدة بتاعتي اللي هي السكوير ببساطة خالص انت عندك لود هنا يعني في حمل جاي لك هنا ورد الفعل اللي جاي من الصيل طالما اللود بتاعي موجود في نص القاعدة يبقى رد الفعل هيبقى ماله هيبقى متوزع توزيع منتظم بالشكل دو بس تخلي بالنا هل الخرصانة العادية بتاعتي هل هي شغالة معايا يعني دخلة معايا في التصميم ولا لأ عشان نحسب الاسترسيس اللي هو تحت القاعدة أول حاجة لو كانت الخرصانة العادية أقل من 20 عايز أجيب السيجمانت هنا هو سيجمانت أجيبه ازاي؟ دي عبارة عن فرصة على أريا طب أنا عندي الفرص اللي هي البي ووركينج والأريا بتاعتي دي الخرصانة العادية مش شغالة يبقى البي أر سي تايمز البي أر سي بتاعتي طبعا هتطلع لي بالطن برميتر سكوير ولازم تعمل تشيك أنها تبقى أقل من الكونت اللي هو بل يبقى مفيش مشكلة طيب لو أنا عايز أشتغل ألتمت عشان أصمم بقى القعدة يا إما الف يو ان أقول واحد ونص في السيجمانت أو ممكن أقول أن الف يو ان عبارة عن البي ألتمت اللي أنت جبتها في الخطوة الأولى خالص على البي أر سي في البي أر سي هادر أطلع الاف يو ان بتاعتي أما لو كانت التي بي سي بتاعتي أكبر من أو تساوي 20 صنط فأنا هجيب السيجمانت إزاي لأ انت كده بقى ما بتتكلمش على الرئيس تحت الخرصانة العادية الأول هجيب الرئيس تحت مين الخرصانة مش قاسف مش هدي الخرصانة مسلحة هجيبها تحت الأول الخرصانة مين الخرصانة العادية يعني أجيب السيجمانت بتساوي البي ووركين على البي بتاعت البي سي في البي بتاعت البي سي وجي اللازم تكون أقل من مين الكيو نت اللاوبل أما الاف يو ان لا ده جيل السريسز تحت الخرصانة مين المسلحة تحت الخرصانة المسلحة ما أقدرش أقول سيجما نت في واحد ونص تبقى الكلام ده غلط أما لا أعمل إيه أجيب بقى البي ultimate بتاعتي اللي هي واحد ونص في البي ووركينج على البي بتاعت الارسي في البي بتاعت الارسي يبقى في الحالة دي قدر أطلع الFUN بتاعتي بالطن برميتر سكوير وهي دي اللي هبتدي أخدها في كل الخطوات القادمة عشان أطلع المومنت والشير والبانشينج وخلافه شكرا